اهلا بحضراتكم مرة تانية طيب نرتب كده اولوياتنا انا بشوف انه اهم حاجة مفترض ان احنا نتكلم فيها اليومين دول مطش منتخب مصر مع انجول ليه؟ اولا دي تصفيات كاسعانة وده اهم هدف بتسعى اليه كل منظومة كرة المصرية ومن وراها الجماهير يعني اتحاد كرة اندية جهاز فني لعيبة ووراهم جماهير كرة المصرية ما اعتقدش انه فيه عندنا حلم اهم دلوقتي من انك انت توصل كاسعانة هطلع برة شوية وهرجع عليها تانية متخافوش بس هطلع برة شوية الدوار المغلقة اللي احنا عايشين فيها نكمل الكاس ولا ما نكملش نلعب الدوري ولا ما نلعبش طب نلعبه دور واحد ولا لا لا خليها مجموعتين كل الدوار دي نطلع منها ليه بقول كده لانه انطلاقة المشوار مع انا بشوف انه انجولا هو المنافس الحقيقي اللي منتخب مصر فيه مشوار تصفيات كاسعانة ممكن ليبيا تبقى مفاجأة مع وارد الجابون ممكن تعملها يعني بالذات مشوار تصفيات كاسعانة اتلاسعنا من الشربة كتير فعلى طول بننفق في الزباد يعني دايما يطلع لنا فرقة كده كل ما نيجي في تصفيات ما نبقاش عاملين حسابها فتلاقيها هي الحصان السود مش عايف حظينا كده طول عمرنا فلكن بالورع والقلم وبالارقام وبالسكواد او يعني العناصر الفردية في كل منتخب انا بشوف انه اللي ممكن يمثل صعوبة شوية او ينافس منتخبنا في مجموعته هو انجول ومنحظنا برضو انه الانطلاقة بتاعة مشوار التصفيات مع انجولا اللي في صالحنا انه المطش على ارضنا فانا هتكلم مع حضراتكم من عرضة في تفصيل المباراة تفصيل المشوار بداية طبعا من بوراة انجولا وبعدها الجابون وبعد كده نتكلم بقى في قصة الدوري اللي مش باين له ملامح والكاس اللي هتلعب ولا مش هتلعب ولو تلعب يتلعب امتى وازال